يعني أستاذ فاضل أمنياً ماذا تشكل سنجار يعني بشكل عام للعراق شوف فيها سنجار ابتداءاً هي خاصرة محافظة نينوة نينوة تكاد تكون السلة الغذائية هي في نينوة القرار الاقتصادي من نينوة دائماً المناكفات تبدأ من نينوة لذلك شوف أكو رفرنس أكو مرجعية لهذه الأجزة الأمنية في سنجار خذ مثلاً مدية استخبارات العسكرية لديها أذرع في كل قطعة عسكرية موجودة أكو استخبارات عسكرية في كل قطعة شرطوية موجودة ماكو استخبارات العامة جهاز المخابرات الوطن العراقي أيضاً لديه هناك تواجد الشرطة المحلية أيضاً هي مرتبطة ارتباط وثيق بوزارة الداخلية بمعنى أن سنجار هي ليس بدعاً عن جسد العراق هي أرض عراقية وهي جزء عراقي لا يتجزء من العراق لكن أنا كنت أطمح أن يكون أهل سنجار سيما من الأخوة الإيزيديين أن يكون لهم حظ ونصيب إجماع أن يكون عندهم إجماع ورضا بما حدث من اتفاق أنا ما أجي أملي على سنجار وعلى أهلنا الإيزيدي أسموا بالإجماع برأيك؟ لا أعتقد ذلك قطعاً لا أعتقد ذلك قطعاً أنا لا إذا نتكلم نيابة عن الأخ صاح لكن أنا برأيك أكل أهالي مراضين على هذه الاتفاقية؟ لا يعني إحنا يجب أن نميز يعني طبعاً الفكرة أكيد أكو كل اتفاق أكو اختلافات وجهات نظر بي وأكيد ماكو إجماع على هذا الاتفاق يجب أن نذكر هناك تخوفات من تنفيذ تنفيذ يؤول تفسيرات هذا الاتفاق إذا تسمح لي طبعاً الاتفاق أن إحنا من ذكرناه تخوفات البعض كانت واضحة بعدم العودة إلى المربع الأول ما بعد 2014 وما قبل المشاهد الكريم يريد يعرف شنو هذا الاتفاق ما هي أهم من النقاط الرئيسية في هذا الاتفاق وشنو أهدافه دعنا نوضح النقاط طبعاً الاتفاق إحنا لا يجب أن نقسمه هو مقسم إلى ثلاثة أقسام اتفاق إداري اتفاق أمني والجزء متعلق في الإعمار الاتفاق الإداري سنجار تعاني من 2014 في عملية ازدواجية إدارية عدم وجود قائم مقام يدير ملفاتها واضح تمام قائم مقام الموجود في سنة 2015-2017 ذهب عندما صارت حملة السيدة العبادي أخذ نفسه وذهب طلع من سنجار فبالتالي بقيت من إجهة الجماعات الحشد والقوات المحررة نصبوا قائم مقام لإدارة الملف وطبعا ذلك القائم مقام لم يترك الصلاحيات أو لم يعطى صلاحيات وهذا أيضا كان خلل من الحكومة في ذاك الوقت كان المفروض أن يعطى الصلاحيات لكي تحسم الموضوع بقيت مسألة الإدارة لم تحل فبالتالي جانب الإداري هو أن يكون هناك إدارة مستقلة للقضاء اثنين توزيع المناصب أكثر من 22 منصب إداري في موجود من مدير التربية إلى مدير الكهرباء هذه لا يوجد توزيع عادل للإيزيدين فيها ترجمة نانسي قنقر